كابتن عبدالله عب سلام. اهلا وسلم بك. اهلا وسلم بك. نبدأ كده ايه نرجع دورة خالص مع البداية. اول مركز لعب فيه في الكرة الطائرة. طبعا انا كده مش المعد. يا مش المعد طبعا كنت مركز ضرب اتنين. ضرب اتنين. مين بقى اللي خلاك تغير من ضرب اتنين لمركز معد. بوس البداية برضو يعني لعبة الفولي جات باي لك يعني زي ما بيقولو. انا كنت الناس بتحب الكرة. وكنت لايب كرة كويس. وراحت اختبار النادي الاهلي في الكرة. نجحت في اول اختبار اختبار تاني ما حصلتش في نصيب. كان فيه مدرب رحمة الله عليه كابتن احمد رجب. هو اللي اكتشفني. وهو اللي يكلمني بعد الاختبار ما معدتش فيه يعني. فقال لي ايه رأيك تيجي تجرب فولي في النادي الاهلي. فقطيه طب هشوف كده. رواحت البيت طبعا كان نفس اكمل. فاتكلمت مع والدي رحمة الله عليه. وقال لي خلاص زي ما تحب. فقلت خلاص انا ك كده بيحب الاهلي. وقالت كل اهل هوية. فقط راح اجرب يعني. الدنيا مشت يعني اكتر من واحد ما تخيل يعني الحمد رب العالمين. نرجع بقى للموضوع مين اللي خلياني مين اكون معد من مركز اتنين. هو كابتن بن فخر الدين. كان احمد صلاح هو الاول كان هو صنع العائب وانا كنت مركز اتنين. وبعد كده حصل عكس احمد صلاح رجع مركز اتنين وانا بعد كده كملت معد. قال جاء عليك وقت قلت يا ريتني كملت في الكرة في اختبارات الكرة وراحت اي نادي تاني والعي بتاعه وارجع بقى كده الاهلي. وان انا ماخدش الفولي ولا. لا والله يعني بص انا يعني حتى الحد يعني خمس شهر سبع شهر سنة كنت قلت يا صحابة لو جالي عقد في كورة اروح لعب كورة اسيب الفولي. بس طبعا لا خلاص يعني بعد اما حبيت اللعبة وبعد اما دخلت المنتخب والتقيت الحمد رب العين امش فيها بشكل كويس. مشيط على طول يعني لأ قلت خلاص بقى اكمل فيها وراكز فيها. كابتن عبدالله انتقل للاحتراف في الدورة الايطالية. ايه الكواليس اللي النا ميتعرفاش عن عقد احترافك في الدولة الى ايطاليا? ومين اول واحد? رحت عليه وخدت رأيه في الاحتراف في وقتها. طبعا اول واحد اه دكتور عمي علواني طبعا اه هو اول واحد جاب العدل احتراف بتاع ايطاليا. اه اول واحد خدت رأيه في الاحتراف هو طبعا كابتن شريف الشمال يعني ده بروح بيننزبالي انا واحمد صلاح. فطبعا ده باخد رأيه في كل حاجة. فاول واحد اول لما تعرض علي العقد. وحصل يعني كلم في الموضوع الصافر لاتاليا طبعا اتكلمت معا. كان كابتن شريف. جات لك اصابة? في ايطاليا؟ تماما. الاصابة دي كانت في ماتش'? ولا تمرين? لا الاصابة دي جات لي الفين وتمانية. جات لف trataكري مع المنتخب مصر في كافة العلم في اليابان. كان الفين وسبعة. بوادرها الفين وتمانية بتاريت خلاص هخش على المسم اللي اللي التاني او اللي التاني هف ايطاليا. اه حصل اصابة في كافة فعلا. اه في ايطاليا ايطاليا atятся الموضوع يعنى الموضوع بتدف في كافة العلم في اليابان. وبعد الك experiرة طبعاً ألام تاريت تزيد علي فحاصل الموضوع في إيطاليا وحتى دوت يعني كملت الدور الأولاني في إيطاليا بصعوبة جداً بمسكنات وبشغل بدني وأحمال كبيرة عشان قدر أكمل جينا بقى الدور التاني الدكتور طبعاً قال لازم تعمل عملية وشوف أنت يعني زي ما تحب تعمل إيه؟ فطبعاً قررت عمل عملية إيه أبرز موقف أو أسعب موقف تعرضت له أول ما وصلت لإيطاليا؟ طبعاً أول أول موقف أسعى موقف أنت داخل يعني عايز أقولك الموضوع غريب يعني الموضوع مش مش زي صعب زي مصر خالص أنت داخل الناس أنت كنت بتلعب لعبت ضدها أهو بتفرج عليها في التلفزيون بتشوفها قدامك مسهلة سانياً طبعاً كان عندي مشكلة برضو كل كلهم أو نصهم ما كانش بيكلموا إنجليزي كلهم بيكلموا إيطالي فطبعاً هو عندهم أي لعيب بيجي بره بيكمل شهر التاني بيبقى خلاص يعني الموضوع بقى إيطالي بيتكلم معهم فدي كانت الأول مشكلة كانت بتقابلني بس في موضوع إيطالي خط فترة احتراف في تركيا هلو ليه ما كملتش في تركيا وقررت في رجع الدورة الماصرية؟ تركيا أنا ربنا كرامني 2010 تلاعت نادي اسمه مف هناك يعني نادي اسمه من الدرجة التانية وكان بيعمل فرقة محترمة خلصنا معهم مركز خامس في الدوري المشكلة أنا كنت تاني السنة راح جلتها سراي بس حصل مشكلة في الأزمة الاقتصادية المالية الحاصلة في عالم كله العقد يعني بعد ما الإجنت جاب العقد وخلص بنخلص كل حاجة حصل اللي أنا لازم أتنازل شوية عن جزء من الفلوس فطبعاً ما وفقتش ورجعت مصر تاني أعدت سنة وتاني سنة بعد كده رجعت جلتها سراي أنا عوهم الصلاح بقى في السنة اللي انت لعبتها انت وفي جلتها سراي انت أحمد صلاح كملت عادت دكتور موسم ولا كموسم ورجعت كموسم برضو كنا نقعد التاني يعني أنا عوهم الصلاح موسم بتاع جلتها سراي كنت أنا عوهم الصلاح أكبر اتنين كان معنا محترف كوبي واتنين اللي عبن من تركيا منتخب تركيا محترمين وباقي الفرقة كلها صغيرين عشان هما كان بيبنوا جيل فكانوا بيبنوا بينا خلصنا برضوك معهم مرخز خامس طبعا كان الموضوع مستهل ده وتركيا ده المحترم بيجي محترفين جامدين والسنة دي كانت تلاتة محترفين فطبعا عندها كلها كويسة جدا مسلا هما اتناشر نادي بتلاقي تسعة عشر بلعب فولي محترمين جدا والموشين التانيين مستهلين بيبقوا في الملعب برضوك بس فالموضوع يعني مش مستهل يا خالص يعني قلت ان النادي اللي جلتها سراي كنت هتكمل معاه سنتين اكمل معاه بسنة تاني انت واحمد صلاح ايه اللي حصلوا والعقد ما اجدتش هل من نادي من طرف النادي والله من طرفكم لا النادي كده كده قريضي يعني اي محترف في لعبة الفولي بيمدي سنة بسنتها فيه ناس بتمدي اتنين اه بس التاني بيبقى سنة التانية بتبقى لازم في موافق من الطرفين برضوك حسب نفس المشكلة حصل ازمة مالية جوه النادي جلتها سرايه طبعا شفرت الكرة بيدخوا فلوس جامدة فطبعا الطلب مننا برضو كننزل لعقد بتاعنا فطبعا ما فقناش وبعد كده رجانا على مصر تاني في الفترة دي ما فيش اي عروض لعبدالله عبدالله عبدالله يا ان هو يكمل في الدولة التوركية او يلعب في اي دولة تانية في أوروبا؟ كان فيه يعني كان فيه بس انا طبعا يعني زي ما تقولي ايه ما بتوصل يعني لفرق عالية واسما وفي الفولي بتاعها ويعني محاولش ترجع تاني يعني خلاص يعني بقول لك عام 2010 ابتديت الفرق طبعا من درجة تانية تدرجة اقول لفرق محترم وكان شكلها كويس جالي جلاطة اصراي يعني لا مش اقلي بقى عن جلاطة اصراي كان في فرق انا كسمها هالبانك كان احمد بنع فيها في فنربخشة طبعا فريق محترم كبير فطبعا مش هتقدر تنزل على اول اربع فرق فطبعا كان الموضوع صعب شوية قررت العودة للدورة المصري هلو وقتها انتقال مدوي هلو عبدالله 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 لطلع الجيش مصبوع ايه اللي حصل ايه منع كبتن عبدالله ان هو يرجع الاهلي وينضم لصفوف طلع الجيش ايه ده 2015 تمام رجعنا فعلا انا احمد خلاص الناس عرفت احنا عندين في مصر كان ساعتها اول نادي كلمنا كان نادي اسموها كان ساعتها كبتن جابه عباط رحمة الله عليه كان هو اللي ماسك وكان بيعدي فرقة تاخد الدوري ما اتفقناش في الماديات ايه نادي الالي يعني للعلم ما تكلمنيش انا احمد صلاح اه نادي الجيش هو كان داخل بقوة كان ساعتها رئيس الجهاز كابتن ياسين الامين يعني ابن ابناء النادي الاهلي فهو اللي حصل كلام مع نادي الجيش طبعا الكلام تلع من النادي الاهلي اللي هما الناس عارضت علينا وفضلت معانا وده طبعا ما حصلش بالفعل كان بتقال الكلام جوه اللي احنا مجادة فريق اه فيه ناس تقول لا احنا عرضنا عليهم وهم مش مش عايزين الجيش عارض عليهم فلوس اكتر وطبعا في وقت ذلك كان من احنا بناخد فلوس اقلم الموجودة في النادي الاهلي طبعا يعني حرطه في النادي الاهلي كانت كنتتكلم معانا طبعا اي مكابل مادي كنا طبعا نرجع لطول يعني عشان احنا اي تجربة احترافة بالروح الاول بنرجع بنرجع على النادي الاهلي فطبعا احنا عمران ما نختلف النادي الاهلي في الماديات خالص يعني نقدرون ان الفترة دي الاهلي لم يقدم عرض رسمي لا عبدالله احمد صاحب مزبوط اول مبارا ليك مع طلع الجيش قدام النادي الاهلي ايه شعورك بقى وانت كابتن من كباتن الاهلي مبدايتك في الناشئين واللهي اش المبرو مبارا كتعملت زي بالنسبالك والشعور طبعا انت داخل بوابط النادي الناس بتسلم عليك انت حاسي انتكنك في النادي يعني الفترة ليك والتبقى لي مثلا اربعة خمس شئرين بخش النادي طبعا خ único انت تبقى بتلعبjour اظition ك Higher State فطبعا بخش النادي تحس الناس نحنةجي نشجعك نشجعك الي انت عبدالله بتلعب فنادي الاهلي. مش عبدالله بتلعب فنادي الجيش يعني حسين عبدالله جاى لو هو فنادي الاهلي للعبدال نايدي الجيش مش عبداللي فنادي الجيش جاى من البوابه داخل حد باب الصلاة الناس كلها بتسلم عليك و حسي هيكنك يعني العددات القواقرية الناس بتعوض عليها ساعة ان تخش النادي في التمرين او سوء الموتش هين اللي موجودة طبعا تخش الصلاة موضوع مختلف يعني تدخل الصلاة انا بتعاوض اخش صلاة بيات مرا ولعب تشيرت العمر يعني تخش بقى وتلعب تشيرت غير تشيرت النادي طبعا احساس صعب يعني فطبعا كان احساس صعب للنسبة لنا بس طبعا ده خلاص الواحد اتعاوض على الاحتراف وطبعا ما كان محترم انا كنت فيه نادي طلعي الجيل دوت طبعا الواحد كان لازم يبزل اقصى جهد عنده عشان اسمه وعشان تاريخه وعشان يعني ربنا يكرمه في القرش اللي بياخده دوت فلازم واحد كان يطلق احسن حاجة عنده والحمد لله ربنا اكرامنا اول ماتش كسبنا النادي الاهلي في صلطه تلاتة واحد وقدنا ماتش بشكله كويس والحمد لله رب عامين شعورك وانت بتفوز ببطولة الدوري على حساب الاهلي كان تلاتة اتنين على ما تذكرت مزبوط لا تلاتة واحد كسب من تلاتة واحد كنا احنا نقصان منهم شو الدور الاولين خصينا تلاتة اتنين والدور التاني كان موضوع البوينتز خلاص هما محتاجين ياخدوا مننا شوتين ياخدوا بوينت وخلاص هما ياخدوا شوتين هياخدوا بوينت وخلاصا هنبركلهم عالدوري فطبعا لا خلاص يعني كان معانا فرقة محترمة ساعدتها كان معانا احمد يوسف نادزة مالك واحمد فتحي وانا واحمد صلاح ومحمد سيد وحسيني فرقة تقيلة ما شو الله انا مش عايزها نساعد استمعوا كابت الفريق فرقة تقيلة واسماء تقيلة يعني الناس محترمة يعني فطبعا خلاص انت فرق البطولة يعني انت فهم قصدي لازم ما تلعب على البطولة خلاص انا خسرت الدور اولاني واحد الدور قلاني فعلا يعني قدنا بشكل كويس بالشكل مش كويس والاقل برضو كانش مقد بشكل كويس حتى احنا بعد اما خلصنا خلاص الماتش وخسرنا ععدنا مع بعض الكلبنا خلاص اذا الماتش راح لازم نورد الماتش الدوري التاني جينا الدوري التاني خلاص يعني الماتش ما قبلش اسم على اتنين يعني لازم اكسب واحنا مكنا مترجدين نكسب 3-0 يعني نكسب 3-0 عشان انا جاي دين انا كذبين النادي الاهلي واطلع اخذ السلمي الدرعة الدوري هما الناحية التانية على مطاق كان بالعب على شوتين بان اولا ما اندخدنا الماتش خدنا اول شوتين احنا ما كمنا نشوه الساعة فطبعاً اللي جاهز بدنياً وزهنياً أكتر في الماتشات الكبيرة وزي من قول التفاصيل الزغارة بتفرق هو اللي بيكسب الماتش فالحمده رب عمين ربنا كان لأول شوتين راجعه من شوت الثالث الشوت الرابع كان فيه شد وجذب الحمده رب عمين حسبنا لنا الموقف وحسبنا لنا الماتش طبعاً الماتش صعب تكسب الأهلي برضوك وتاخد منه دوري وانت ابن أبداء النادي لحظة صعبة طبعاً يعني فهم قصد بس انت زي ما تقول انت لقيه محترف وخلاص انت تحطيت في مواقف زي دوت لازم تشتغل ولازم تباين الناس اللي انت لسه موجودة على الساحة باسمك وبتاريخك والفرقة كما معانا المحترفة طبعاً وجاز فني كلهم ساعدونا وكل بين وبينك يعني كل الإمكانيات اللي هم قدروا يوفرهننا ووفروا كل حاجة ويعني الحمده رب عمين قدت بالشكل كويس دوتك ساديك بي تارة 2 بعد السنتين لانت لعب سنتين مع طلعت جيش تمام تنسى برضك عملت عملية اه 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 كنت مع المنتخب برضك انا بصب مع المنتخب بعد كده برجع عمل عملية الاهل رجع كلمك اه 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 مضبط ومضيت والاهل ايه بقى الكواليس وقتها ومين اللي كلمك اللي كلمني ساعتك كابتن ميدو مسرح محمد المسرح هو اللي كلمني وقال لي لازم بي ترجع بيتك قلني الاول زي ما قلتلك يعني لو رجعنا برضك 2014 زي ما قلتلك محالش كلمني يعني اول ام راجبك للم طبعاً قلتلك ما فيش مشاهدة لده بيتي ولازم ارجع في يوم العيام لي والحمد رب عمين يا ربنا تكتب لي اللي انا ارجع عليه تاني نروح للمنتخب من 2005-2015 سيطرة بمعنى الكلمة مزبوط ارتساح منتخب مصر الافريقيا مزبوط ايه الاسباب اللي قدت ليه التفوق الكاسح لمنتخب الطايرة في الفترة دي؟ الاسباب اللي قدت يعني كان فيه جيل اللي انا منهم اتشرفتكم منهم هم ثلاثة وثلاثة 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 وثلا� رابع علم طبعا اول ما كانت تحصل في تاريخ الفولي في مصر اللي انت تحقق مركز في مرحلة الناشئين رابع علم ديجي كانتش سهلة برضو كان الفولي ساعتها الناس اللي موجودة طقال جدا حتى في منهم حد وقتين هزي لسه بيلعبه عكس الجال اللي جات بعد كده بتلاقي اللي عيب مسلا بياخد بطولة ممكن بتموش بعد كده فطبعا احنا بتدينا بدر جدا بتدينا 98 الجيل بتاعنا وكان حظينا حلو يعني ساعتها كان الدكتور عامل عنه رئيس الاتحاد اصرف على الفرق كتير الصراحة عملنا محصولات كتيرة جدا لعبنا فوق الميت موتش دولي قبل ما تلعب في مصر في سبع طرير سنة كان ساعة عام سبع طرير سنة كملنا الجيل اللي بعدين طبعا اماشو الله عليهم جيل محترم خدوا اتنين افريقيا ورا بعض فلا الجيل جات لحد ما جيلنا في 2005 ما كانش في حد منهم معنا يعني على ما تذكر ما كانش حد فيهم معنا بعد كده تكملهم معنا فطبعا الحمد للرب عمين يعني كنا عاملين وخمسة انا بتقول اول بطولة اخر بطولة احنا كسر نها اربعة وتمانين يعني انت بقى لك عشرين سنة ماخدتش اه افريقيا نكون احنا الجيل مع طبعا اللي لعابة المحترمة الكبيرة كانت موجودة معنا نحق بطولة افريقيا بعد عشرين سنة وبعد كده نمشي بشكل كويس خمس افريقيا ورا بعض دي مسهلة ده زي ما بقولك السلم وسلم الجيل السلام ومشينا بشكل كويس والحمد للرب عمين انا حد عاملين وخمستاشر بعد كده بقى الدروب بجيه بس هو الدروب كان موجود من قبل كده بس زي بطولة افين وخمستاشر يعني مشت بشكل كويس والحمد لله عدت على خيره خدتين انت بعد فترة الدروب ايه اللي حصل للمنتخب من الفين وسبعتاشر حد قبل ما حاعل بطولة اخيرة تراجع في مستوى المنتخب على النقيد تماما وقتها كان الاهلي مسيطرة على بطولة افريقيا للاندية ايه هنا اللي حصل للمنتخب ادى للتراجع الاستقرار الاداري بيجيب نجاح الاستقرار جوة منظومة لازم يقدي للنجاح ده كان موجود قبل كده فترة قبل كده كانت موجودة حد الفين وخمستاشر طب احنا من الفين عندك من الفين واربعتاشر لحد الفين وانساعتاشر احنا اقعد بلجنة مقاطعة مفيش رئيس منتخب فطبعا دوت انت كل فترة يعني بيتغير عليك لجنة فكل حد بيجي او رئيس لجنة بيجي بيجي بفكر مختلف فطبعا مش بيكمل ورا بعض يعني فهم او ازاي اي منظومة او اي لعبة تانية في مصر مشة بشكل كويس او منظومة احترافية ايه يعني الناس اللي موجود او الرئيس المنتخب بمجلس قدارته بيمشوا بيجي الناس اللي بعدها بيتكمل على الشغل فطبعا احنا كان عندنا مشكلة بتاعة لجنة مقاطعة دي هي اللي لغبطت الشكل كويس والحمد رب يا مين يعني دلوقتي بتاريت الدنيا ترجع للمجارية يعني. منتخب الطايرة كسب زهبيت دورة اعاب بحر متوصل. ها. الفين وخمسة. مظبور. عبدالله ابسلام واحد من النجوم اللي شاركت في البطولة دي. مظبور. ايه ابرز ذكرياتك مع البطولة. تحديدا بتاع اسبانيا. يعني اعايز اقول لك حاجة يعني احنا اول موتش كان يعني بالصدفة كان معانا اسبانيا في الفتاعة. يعني كان موتش يوم جمعة فحد من صحابي يعني كان بيفرج على الموتش. فبيهزر معا يعني بيقول ده الراجل يعني الشيخ قبل ما اطلع على المنبر ويقول وخد ده بتاعب وكان موتش خسالة سفر. يعني في هاموص دي فانتو راجعين راجعين. فتقول لا اسبع على الله ان شاء الله ربنا يكرم. احنا بفترة دي كنا بيتمرن جامل جدا. يعني الناس يعني ممكن تقول ايه بحر متوسط صعبة محدش ياخد فيها مداليا. احنا ذاتنا في سنة يعني عندنا يقين. هنكسب بس طبعا مش هتروح للمداليا. عشان طبعا كان كل الفرق محترمة. سربيا اسبانيا كرواتيا يعني كرواتيا موتش في المجموعة كان عنق الزجاجة. لازم نكسب الموتش دوت عشان نروح بيدور الثمانية. فكسبناه الحمدو رب عمين بشكل كويس. وموتش كان فيه شد وجاز بيجامد. وكسبناه ثلاثة اتنين كمان. اهلنا وبعا كده خلاص يعني دخلنا جوا مدر برطولة ويعني الحمدو رب عمين كان الناس كلها بركزة. حسة الموضوع قريب. يعني احنا كمان كنا بنركز موتش بموتش يعني دور بدور. لحد ما نروح. وزي ما ربنا كاتب ربنا كاتب برونز ربنا كاتب فضل ربنا كاتب دهب. والحمد الله يعني ركزنا ومشينا بشكل كويس. لحد ما سونا اسبانيا للموتش الاخير. وكنا خاصاني اتنين واحد وارجعنا للموتش تاني. خلاص انت في رقيتك داخل جوا مدر بطولة. كانت ساعتها معنا كابتن حامدو الصافي وكابتنو العادي وسبق عمصان. الناس الكبيرة كانت موجودة. كابتن حامل عبد الرحمن برضو كان موجود معنا. ومشينا يعني ماشيونا بشكل كويس. وخبرات مع شباب. ومشي الله حمد صراح كان عمي بطولة كمان هيلة في بحر المتواصل في اسبانيا. ومشينا بشكل كويس كله خدم على كله. وكله ساعد كله. وكل الناس بتحب بعضها. فربنا ادى بنتيجة تاريخية. صعب تحصل في في الفول يعني ممكن تحصل في هندي بول العاب التانية. لعباتنا احنا صعبة اصعب من العاب التانية من وجهة نظري. فالحمد رب عامين يعني تاخد مدرية آآ بحر المتواصل دي جوا اسبانيا مع فريق اسباني. كسبك آآ دور اللي في الماتش الافتاح وتدينه في الماتش الختام قدام خمس تلاف متفرج طبعا كان الموضوع مش مساهل يعني. فالحمد الله. اي سبب اتخاذ عبدالله عبسلام لقرار الاعتزال? والله انا خدت القرار الاعتزال آآ من اربع سنين او خمس سنين يعني حسيت الدنيا مش مش كالمعتاد يعني يعني فيه لغبطة. فانا بحب احترم نفسي واحب احترم تاريخي. آآ بيبقى نفس اخدم اخدم بلدي زي ما حصل يعني السنة اللي فاتت باش موانس ياسر يكلمني عشان البطولة في مصر فطبعا كان نفسي ارجع واحضر والعب طبعا ما فيش مشاكل خواص بك كان عندي اصابة في رجبتي مخلص بعد مرشوط الدوري والكاس. حاولت الحق وقعدت مع مدير فن كلمت معي وكلمت بعد شوان سياسر. وحاولت الحقهم طبعا ما ما حصلش نصيب بس الحمد رب امين يعني ربنا كرمهم. بس ان هي طبعا بدنا انت هتقضي منتخباتك دي طبعا دي مهمة بالنسبة لنا. زي ما انت قلت يعني احنا قدنا افراقيا من الفين وخمسة الفين وخمستاشر بترجع الفين سبعتاشر الفين سبعتاشر بايد عنك. واحد وعشرين بايد عنك بترجع ثلاث عشرين تاخدها تاني. احنا مش حوزين على كده. خلاص احنا احطينا نفسنا وطرجاتنا نفسنا يبقى احنا اول. عايزين نكمل عندنا عيبة محترمة عندنا خامات محترمة. الحمد رب عمينا ربنا كرمنا وتأهينا كمان الولمبياد. فحالة كويسة جدا محترمة. بعد الاتصال مع المهندس سياسر امر ما فكرتش ترجع بقى من الاعتزال الدولي? والله انا كنت مفكر يعني 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 ارجع الفترة دي اخدم انا عشان يعني زي ما تقول اي يعني شايف مصر في مكان احسن من كده. شايف اللعبة دي تسحق اكتر من كده. شايف اللعبة دي ما ينفعش نقصر. ده اللي خلاني اللي انا اوافق ارجع. يعني بغض النازل بقى اكون موجود في الولمبياد مش في الولمبياد بس انا كان نفسي يعني عشان ترجع تاني اه تبقى من ساعة افريقيا كان دي اهم بطولة لازم نرجع بيا. اللي هي كانت في مصر. فدي انا كنت نفسي العب فيها وشارك فيها عشان نقصب وبعد كده يعني تمشي بقى الدنيا يعني بس يعني كان يبقى برضك ممكن ارجع بعد كده اقول لك لا خلاص انا مش عايز دولة بس ان البطولة دي بالذات انا كنت مترجطة اكون موجود اه مع اللعيبة طبعا عشان نكسب. لكن حاليا كابتن عبدالله ويفكرش في الحمد لله رب عمين كده. حلو او الحمد رب عمين مصيرة محترمة وقدينا بشكل كويس وخدمنا بشكل كويس فالحمد رب عمين يعني ربنا يبارك بقى في الشباب الموجود. في احتفال مشهور لعبت الاهلي خلته بعد الفوز بالدور والكاس في 2021 تحديدا. العواجزة هم العواجزة هم. مين بقى صاحب الاحتفال بقى وورا الاحتفال. بص والله يعني عشان اكون صادق معاك يعني اما شفت العيبة كبيرة وكتيرة سواء في النادي زي مالك زي كابتن قشرب الحسن كابتن ماجد مصطفى اه كابتن حمد الصافي ايمان رجد هاني ميدو عادي مش هادة نسى حد من رجالة كلها الكبيرة المحترمة دي. ما شفتش ناس يعني بتتكلم على عبدالله واحمد الصلاح بشكل ده. احنا ما عندنا 30 سنة واحمد الصلاح الناس كبار. خمسة وقتين سنة كبار. دلوقت اهو 29 سنة و40 سنة كبار. كبير انت عايزين يا جماعة. يعني انت فاهم قصدي. فاحنا يعني انا ما والله مش بلتفت للكلام دوت على قد الكلام يعني الواحد بيشوف بره يعني الناس اللي بيحقق بطولات لملتخباتها ووانديتها والناس دي بتاخد تأدير. بتاخد تأدير يعني حاجة محترمة. يعني الحمد رب يا عمين انا عملت المسلمين في ايطاليا. الناس الحمد رب يا عمين تشيرت الموجود في المتاحة في ايطاليا هناك في الناس اللي ترفيزه. الناس بتقدرك الناس بتشوفك في ايطاليا يعني. اه كاسبان دوره كاس يعني دوره كاس في ايطاليا ده عام زي كاس العالم وهكينك واخر مدينة الولمبية. دور ايطاليا حاجة صعبة جدا. يعني صاحب النفس الطويل واللي عنده فرقة محترمة ومدارب محترم ودارة محترمة هو اللي بيكسب الموضوع مستهل بتشوف الناس بتقابلك ازاي بتقدرك ازاي في التركيا نفس القصة سواء انا سواء احمد فالناس هنا يعني الموضوع يعني بغد نظر زي يعني هم حرين طبعا في الكلام هم عايزين يقولوه واللي عايز يقول حاجة يقولها بس يعني اللعبة عندنا زي ما بتقول ايه يعني عواجيز طب عواجيز بيكسبوه عواجيز لحد دلوقتي بيكسبوك يعني فهم وصلي فانتو في ايه بس فهم اللي يعني من حبهم فينا انا واحمد فهم اللي يعني بيحبوا يعني يلعبوا شوية مع الجمهير كده فساعتا بقى اللي عواجيز وهمة طبعا دي هياصروا يضحكوا بس خدنا موضوع بيهزار والحمد لله رب العالمين طائرة الاهلي في اخر موسمين حصل اخفاق غير معتاد لفريق طائرة الاهلي خسارة اتنين دوري متتالي واتنين كاس متتالي من وجه نظرك ايه السبب اللي حصل او الاسباب اللي قدت للخسارة احنا فعلا خسرنا ثلاثة كاس واربعات خسرنا واحد في في اسماعالية خسرنا واحد ثلاثة اتنين الماتش برضو كان في الناس ممكن نكون كاسبانين دوري والدوري كمان كنا كنا كاسبانين بصعوبة كنا خسرنا ماتش من بيترو جيت وخسرنا ماتش من حتي تاني عنا معتاقد رجعنا ماتشين الزي مالك ونازم نكسرهم متى هات سفر عشان نطوق بالدوري طويجنا بالدوري ممكن يكون الناس يسسلت الموضوع يعني زي ماتش الدوري عدينا بشكل كويس كسابانين متين سفر في الدوري تات سفر كسابانين متين تات سفر بشكل كويس جدا يعني بفولي محترم جدا ممكن ده قد اول سنة اللي بقولك عليك اخسرنا دي في اسماعالية للناس يسسلت الماتش شوية الناس مركزة لايه نازلة عنحتفل بدري او الناس ممكن تكون عارفة خلاص احنا كسبانين كسبانين ده اللي قدد للي شوية حاجات حصلت في الماتشة كده كانت مفهوظ ما تحصلش استنيتين لبعضهم نقول برضو يعني إيه اللي تركيز صار باع على المكسب برضو كذبين الماتشاط كذبين الزمالك السنة اللي قبل فات كذبينها خمس ماتشاط قبل ما لعبها برضو ممكن تكون ده إداء رحلة لعبها اللي ممكن تكسب فيه وقتين انت عايزه ممكن نقول عدم احترام الخسمة بشكل كويس هو اللي قدد للقصة الخزارة الموسم الحالي قبل بداية الموسم جهاز فني رحيل كابتن مصلحي والتعاقد مع فرناندو منز كابتن عبدالله 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 إيه اللي عملوا والرسالة اللي قالها اللي اللي عابين بقى قبل الموسم الحالي اللي شاهد تحقيق ربعية طبعا يعني سواء أنا سواء عحمد صلاح طبعا نائبة كبيرة اللي موجودة عادنا تكلمنا معاهم عادنا تكلمنا مع الناس يعني ماينفعش نادل آلي سنتين واربعض يكون دوري وكاس يعني كاس تلات سنين ودوري سنتين مش بتعودين على كده طول مالي بالنسبة لأم رخصر يعني تلاتة كاس دورت واثنين دوري واربعض مش غريبة برضوك عليا أكلنا معاهم في حافز طبعا وهما كمان يعني مستوربين ووضع اللي احنا وصلنا لي ركزوا معانا ركزوا في كلامنا ابتدلينا كلنا نشتغل ونساعب بعض من أول الموسم طبعا والحمد للرب عامية يعني شوفت نتيجة ظهرت بشكل كويس ومحترم وقالدنا بشكل كويس جدا كواليس أول لقاء بين كابتن عبد الله ومستر فرناندو منزن انا فرناندو طبعا لعبت اصواده في منتخب اسبانيا فرناندو لعبت اصواده رحمة الصلاح في تركيا فطبعا احنا عارفينه مش اول مرة نشوفه بس اول مرة نتعامل معه از مدير فني للفريق لا الوضوع كان سهل يعني مش مش صعب اذا يعني الواحد اتعاود الاحتراف انت متعاود اي حد بيخش عليك مدرب او مدير فني جديد بتعاف اتعامل معه اتعلق يعني اتعاملت معه اكي ان انا محترف برا مصر مش اكي ان انا محترف في نادل الاهلي اكي ان انا رايح له مش اكي ان هو اللي جايله فديه سهلة طبعا وجهات نظر كتيرة تفاهم كتير فالموضوع مش كويس ايه الاضافة اللي قدمها كابتن فرناندو منزا لطائرة الاهلي بشكل عام واللي عبدالله عبدالسلام بشكل خاص ده اول بالنسبة للمهارات الفرقة كان يعني مركز فيها اللي هو يعلم مهارات الفرقة نفسيا بيشتغل كويس جدا عن نفسية اللعيبة اه الجيل الصغير ما شاء الله يبدأ يقدم جيل للنادي الاهلي اه طبعا انا بتعلم منه طبعا ما فيش مهما لوحد كبر سنا او واحد يعني كبر في اللعبة اه لازم برضو هيفضل يتعلم يتعلم تمنى حاجات كتيرة جوة الملعب يتعامل مع الناس زي اه كنفسية زي بقولك دي مهمة جدا ممكن تكون عندي ناس وناس بس هو بعرف ووصلها بشكل كويس اه التاكتك بتاعه جوة الفولي مش مش يعني مدرب كويس ومدرب محترم هيظهر السنة الجاية كمان اكتر يعني انت عارف اول سنة برضو مش كل حاجة هبان هتلاقي السنة الجاية لو قاعد كمان السنة اللي بعدها هتلاقي سيستم بتاعه هيبان بشكل كويس قدام الناس فلا هو طبعا مدرب محترم ومدرب محترف ويعني الحمد للرب عامين يعني اول سنة يحقق اربع بطوات دي حاجة طبعا كويسة جدا ودي حاجة طبيعي لك كتاز ان تحصل والحمد لله مشاركة في كاس عامل الاندية هتكون دي المرة الرابعة كابتن عبدالله مرة مع الاهلي مرة مع طلاع الجيش ومرة مع العرب القطر الاهلي تحديدا نتائجه غير جيدة في كاس العامل الاندية انت شايف الاهلي محتاج ايه او ناقصه عشان يقدر يظهر بصورة افضل من الصورة اللي ظهر علي قبل كده طبعا دلوقتي عكس الاول يعني عكس الاول كان الموضوع بتلاعب بطل اوروبا بتلاعب بطل امريكا الجنوبية الموضوع مش مسهل يعني يعني اللعيبة قبل كده برضو مختلف عن دلوقتي قبل كده كان الموضوع صعب صعب بصراحة دلوقتي هو صعب برضو بس مش من الدرجة اللي قبل كده يعني قبل كده كان برضو المحترفين انت بتجيبهم مش محتاج منهم المراكز اللي هي نقطة القوة في الفولي الفترة دي اه مثلا لعيب مركز عباعة مهمة جدا انت ممكن تستعين بواحد بطولة زي ديت طبعا مع الشباب الموجودين اه هي بطولة مستهلة اه ممكن يكون النتائج الفرق كلها لما اعتقد العربية ممكن يكون بس نادر رياني القطري حق مركز تاني بس بعد طبعا الاستعانة باقوى الهيبة موجودة في العالم اربع الهيبة موجودين في الملعب فالموضوع كان اكوال يعني خلاص ما فيش مشاكل خالص اه ربنا يسهل يعني الموضوع مش مسهل لعبتنا صعبة وفيها عنف جامد وفيها مهارة وفيها اه كل حاجة يعني ربنا يسهل ان شاء الله ربا يعني مين يعني نقدر حاجة كويسة بيزي الله اختار لنا افضل تشكيل موجود مصر تشكيل تاريخي المنتخب لنجوم مصري في الطائرة ستة قدام ستة طب اختار اه تمانية وتمانية يعني خلي حطي لي اتن احتياط باردك عشان يعني هنزد الناس كتيرا ايش؟ انا مش هابقى فيهم يعني اختار الناس انا مش موضوع فيه اه انا مش موضوع فيه اختار اه بلاي ميكر كابتن ماجد مصطفى اه كابتن ايمان روشج في مركز اتنين اه كابتن حمد الصافي كابتن ميدوم سلحي كابتن اه هانم سلحي اه كابتن اسما قمصان ومعهم اه كابتن واي العيد ليبرو بالفرقة التانية اختار احمد صواح اختار اه كابتن اشفر بحسن اختار اه صالح فاتحي اختار اه فاربعة كماني فاربعة عبدالله عمد اختار الحسيني واختار ليبرو تاني ناشئة طلعت طبعا من اول اللي بجرات انا شوفتها في تاريخ ندلالة اختار اه الله وصلا وساعدة محمد ليبرو تاني ما اخترت ليبرو خلاص اختار بقى اختار حسام شعراء ومحمد سايد ايه سبب تراجع شعبية اللعبة في الطايرة في مصر في الفترة اخيرة والله احنا كنا من الفين وخمسة لحد الفين وعشر قبل الثورة يعني كنا احسن لعبة جمعية بعد الكرة يعني احنا عقين انجازات محترمة بحر متوسط الفين وخمسة الفين وتسعة الفين وحداشر بتروح كسر عالم بتعمل نتائج كويسة الرنك بتاعنا وصل تاسع عالم ودي او همرا ما حصل في تاريخ مصر او فرق افريقية حصلت حصلت عليها بعد كده بقى خلاص يعني صورة حصلت رحت اللجنة المقاطة حبة في استقرار اللي بيجي ما بيتكملش طبعا كل الناس محترمة او مفيش مشارك خاص بكل واحد بيجي فكر معين بيجي بتشكيل الجهاز معين مع تاجر مدرين فنيين مع العيبة طبعا فيه العيبة موجودة بتمشي وفيه العيبة تاني بتيجي فدا عدم الاستقرار الاداري هو اللي قد كده اغلى بطولة كابتن عبدالله عبدالسلام في تاريخه مع الاهلي اغلى بطولة اقول لك بطولة الفين وعشرة كنت انا كنت انا برا الناد الالي الفين وتسعة مرجعت من ايطاليا عملت عملية عادت السنة ما ما كنتش برعب اه حصل اخفاقي لطايرة الالي الفين وتسعة فصلت الناد الالي وطبعا كنت افرج على المرشة دوت انا وجوه فطبعا زعلت وحزنت اللي طبعا احنا خسرنا الفين وعشرة كنت موجود مع الناد الالي الحمدلله اخدنا دور وكاس وعربية والافريكية كان في تونس كسبنا زميكاتها واحد بشكل كويس ومحترم الحمدلله فدا كان اغلى بطولة انت يعني حاجة طايرت منك السنة اللي قبلها رجعتها وطول مفيش يعني بشهور بعدها على طول اكتر بطولة زعلت وخسرتها مع الالي اه الدور والكاس اللي فاته يعني الورا بعض كانت صعبة بالنسبة لي مش متوقعة خالص ومعاك سكواد محترم وجاس فن محترم اخفاك لما ييجي كده بيعني فام اصدي بشكل اللي مش متوقعه بيبقى صاحب شوية تكلمنا بقى عن كيف سنائيتك مع احمد صلاح السنية الاعظم والافضل في تاريخ كرة الطائرة في النادي باهلي وفي مصر وفي افريقيا طبعا احمد صلاح يعني اخ بالنسبة لي وصاحب صاحب عم زي ما يقولو يعني هي برضو كالصدفة اللي الناس ممكن اول مرة تعرفها وحد يسمع عبل كده اللي اول واحد وداهنا قلت اللبس كالاحمد صلاح يعني كابتان احمد رجب الله يرحمه هو اللي قال لي احمد صلاح واريه قدت اللبس فين احمد صلاح اول واحد قدت اللبس بس يعني والدنيا بقى مشت يعني عشان انا هو مركزين يعني بيبقى مع بعض بصير وبعد كده انا كنت بقى لعبدالريب وبعد كده عكاسنا والدنيا مش بس اه هي دي كل الحاجات دي بتاري تتقرب عبدالله الاحمد والحمد لله رب عامل حدولات اصحاب واخوات والحمد لله اغلى جائزة فردية حصل عليها عبدالله ابسلام في مشواره هم اتنين الصراح يعني هم اتنين اول واحدة طبعا كانت 2005 في كاس عامل القارات كانت احسن ضرب ارسال في العالم دي بالنسباني يعني اول مرة برضو كلاعيب مصري او افريكي حقق جايزة على المستوى العالم وطبعا خدت احسن لعب 2006 خدت احسن لعب في كاس ايطاليا فطبعا دي بالنسباني كانت يعني حاجة متنصفش يعني حاجة جميلة جدا انت لعبت اولمبيات بكين 2008 مزبوط ايه ذكرياتك مع الولمبيات الولمبيات بص الولمبيات حلم اللي انت تلعب وتبقى لعب اولمبي ده الموضوع من السعب يعني بس انا ما روحت هناك يعني طبعا انبهار بتروح بتشوف من الساعة حبلة بساح لحد ما تشوف الناس كل نجوم من العالم ماشيين جنبيك في القرية ميسي نادال يعني شفتهم اول ما شفتهم طبعا تتفرج على التلفزيون بتشوفهم قدامك الحقيقة طبعا فيدرير اللي يبتل ام باي كلها بتاعة الباسكت كوب برايند الناس دي كلها طبعا بالنسبة لك انت في حلم ولا في حلم بس هنا تعلمتوا في الولمبيات حتى يعني قلت للرجال قبل ما يسافروا الموضوع الولمبيات يعني الناس لو رايحة عشان تمثيل مشرف لأ هتزعل الناس لأ الولمبيات الناس وغدها اكل شرب تمرين يرجع تاني الموضوع مزي يعني ما كنت فاكر او زي ما انا شفته لأ الموضوع مش مش كارنفال رايح عشان تشوف الناس لأ الناس مركزة الناس مترجطة الناس عارفة يعني ايه ما دي لأولمبيات لبلدها فده انا شفت في 2008 الصراحة يعني ممكن يكون 2016 برضو حصلت لصامعة من المنتخب ما روحتش يعني ما حصلش نصيب فلا الموضوع الولمبيات حلم ويعني لو اتعد تاني يعني الاخطاء اللي عملتها في 2008 لأ خلاص الموضوع بالنسبة لي يعني هيبقى جد جد مين احسن محترف اجنبي مرة على الدور المصري فيه في الزمالك كان فيه مارتين ده سنتر بلوك محترم وفيه جارت عندنا برضوك لعيب سوبر برضوك محترم وطبعا السوبر برضوك هو يوزيفاني طبعا يعني لعب معنا في الجيش ولعب في الزمالك طبعا لعيب سوبر سوبر يعني حضرت ماتش الاهلي فاينال افريقيا قدام التراج في الاستاذ كواليس اليوم ده بقى وشعورك وسط الستين سبعين الف متفرج في المباراة انا مش قول مراحة الفاينال يعني انا بحب الكورة وعلى طول بروح الاستاذ يعني طبعا انت عارف الفاينال بيبقى التركيز بقى ايه اللي هيحصل لقد الله حصل في الامور طب الناس هتلعب ازاي طب الشكل هعمل ازاي طبعا انت قبلها بيوم بيبقى ايه عادي مع صحابك بتتكلم في الماتش وقولها هيحصل فيه والسانور يمشي ازاي مين هيبتدي مين هيبقى احسن واحد موفق مين طبعا توقعات بتفضل بقى من قبلها بكام يوم لحد اما يجي زي مقولت الامتحان بيبقى بالك ودماغك وشغلك كله مركز على الماتش اللي هيحصل فيه بس بيبقى الموضوع يعني مش سهل وبيقولها هتصعب عليه بقى واحد متنشن انا مش هلعب بقى بس عشان بيحب طبعا النادي وبيحب الفريق بقى 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 متنشن بقى لحد اما الواحد بقى يبتدي يخش بيستادل ويشوف الناس حواليه وليكلم معهم ربنا يكرم بقى والجوم بقى تبتدي ايه تفك واحدة واحدة كده ولحد اما ربنا يكرم يعني ايه الاصعب ليك وانت لعب ولا انت قعد مشجع لأ انا مشجع لأ صعب وانت بتلعب يعني انت خلاص بتلعب تستمتع وجوه الماتش نفسه يعني انا بحس برضو في اوقات اما تكون برا الملعب ومسلا الفرع عندي بتلعب سواء في المتخبة او في النادي بيبقى الماتش خلاص يعني الماتش كمان بيبقى في كمة قصارته انت بتبقى من برا عايزه خوش يتساعد فطبعا انا حساسة اللي بيقى برا عكس اللي بيلعب جوه بيلعب اه زي ما تقول خلاص هو مركز جوه اللي برا قلبوهم وده يشد دوت وده يشد حاجة بريجيزة مية وده انت فاق مصدي فاللي بيلعب لا الموضوع المختلف يعني اللي بيشجع طبعا الموضوع صعب ايه الماتش اللي كان نفسك تحضره في الستاد يعني الماتش ما حضرتوش وكان نفسك تحضره الماتش ما حضرتوش وكان نفسك احضره مصر والجزائر كنت في اليابان الماتش والجزائر كان نفسك احضره اهلا اتنين صفر اللي كان هنا ايوان لكن نفسي أحضره بس طبعا كنت مثال في الليبان الاهتمام الإعلامي والجماهيري زاد أكتر لطايرة سيدات هل برضو ده أثر على الاهتمام بطايرة رجال ولا حسيت أنه هو الإعلام خد تجاهنا حتى طايرة سيدات والاهتمام الإعلامي ببقى أكتر مقارنة بالرجال ده وضع يعني لا لا أنا أحاسس كل حاجة زي ما هي ممكن بس يكون اللي حصل التشويه والأسرة اللي حصلت أنت أربع لابة من عندك يروح للزمالك هو الموضوع فان ماضي في إصارة وخلاص الفئلة التانية بقت فئلة محترمة من ناحية التانية وخلاص انت بتكلم في أهل وزمالك دلوقتي يعني الأهل كان على طول هو الرقم واحد اللي موجود وزمالك مثلا بعديه فالموضوع حصل دلوقتي خلاص الموضوع بقى أكول وابتدى الزمالك ياخد بطولة ياخد بطولة ده اللي حصل بس غير كده لا الموضوع يعني الرجالة زي ما هي في كل ألعابها زي محبين اللي لابة الطائرة السلة الهندبول لا زي الموضوع هو بس هو الموضوع اول مرة يحصل أربع لعبة يروحوا من هنا للزمالك فده اللي حصل ده اللي خلى الناس والسوشال ميديا تتكلم عن الموضوع دوت كتير جدا حد ما خلصنا منه أخر السنة اللي فاتت دايت أو ممكن اللي قابلها خلاص يعني والسنة اللي فاتت كان خلاص ناس عوالت على الوضع حسوا دولة هناك موجودين ودولة هناك خلاص مثل الموسم جديد دولة مشت أما هو خد الكلام خد موسم جامل يعني فما خد موسم كبير ونسألت الكلام مع موضوع دوت ده ممكن يديك إحاق أو إحساس شوية اللي اهتمام بطائر السيدات عكس رجاء لا أنا ما كنت شايفه موضوع غير كده خلص جمهوري الأهلي أطلق على كابتن عبدالله عب سلام اسم جيلبيرتو هل سببلك في أي موقف مثلا موقف محرج موقف كوميدي موقف طريف وإيه كان رد فعلك أما كان حد من جمهور يقولك جيلبيرتو حصلت أه حصل موقف طريف أنا يعني ممكن يكون يعني الناس اللي بتشجعنا وورونا في النادي شوفوني بلعب كرة في النادي فبرأس آه كويس جيلبيرتو طبعا كلاب حريف وهو بلعب بالشمال يعني بلعب بلينجين فطبعا صحابي يا جيلبيرتو انت عام زي جيلبيرتو فتالت ايه تطلع علي الناس بتقولها لي يعني اول واحد برضو كالهالي من جميل اسمه عميمي ربنا يدوه الصحة والعافية ربنا من الناس اللي يعني وراهنا في ظهرنا من احنا صغرين هو الهالي على طول فأنا طبعا في مرة بتصور مع واحد عندي سور النادي كان جيلبيرتو سعياتها موجود فبعدما بتصور معي فأنا لسا انا جيلبيرتو عايز تصور معك ببصك ودوه قال لي ايه دا يا عامل ايه بحسبك انت هو تقول لي عامل انا لحب طير اسمك كذا 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 فطبعا يعني انا برضو عشان شعري كنت بشيره على طول بالموس زيه بالزبط فالناس كانت فتكر امشي في النادي لأ هو هو رفايع زيه وتويل شوية فتحس اللي ايه هي اسطنبه واحدة الناس تفتكر ايه كانت جيلبيرتو لا كنتش بزعل طبعا ومفسوط عشان كان نفسي ألعب كورة فمانتش شوفك كده بالتجميع دوت كنت ببست كابتن محمود الخطيب طبعا اسطورة الرياضة المصرية واحسن لعيب انجبته بكرة القادم المصرية الوزير الراحل العمري فاروق رحمة الله عليه يعني انا تعملت معاه فترة كبيرة طبعا احترام واخلاق وادب وحاجة يعني تفوق الوصف يعني في احترامه للناس ومحبته للناس يا ربنا الحمد يا رب يجعل مسوا الجنة ويجعل حب الناس ليه ودعاهم ليه ده ان شاء الله في الجنة بيزيلا فرناندو مونزا طبعا مدرب محترم وقدير ونتمنى ان شاء الله رب عامل السنة الجاي كمان واللي بعدها يقدم أجلنا للعالم كابتن محمد مصري طبعا ميدو اخ كبير ومدرب محترم وخلوق ويعني يعني في علاقة عشرة عمر بنا احنا الاثنين انا وهو واحمد صباح اتمنى له الخير طبعا وتمنى له التوفير عمر علواني دكتور عمر علواني طبعا قبل الروح لينا الاجيال بتاعتنا الاجيل 380 ربنا دوله السحة والعافية على قد ما يقدر الكرة الطائرة المصرية بتعبه وبجهده وبعرقه وقدر يعني يحط الكرة الطائرة المصرية على الطريق العالمية يوندر جارسيا طبعا يوندر اخي صغير والعيب محترم والعيب محترف والعيب اضافة كوية لنا احمد صلاح طبعا احمد اخ وصاحب ويعني مهما قلت مشاوف بحقه طبعا يعني ربنا يبركله في صحته يبركله في قسرته طبعا وصاحب من الصحاب المتعوضش جماهير الاقل طبعا دي حياة الواحد يعني واحد يتولد وشافه ما هو بشجعه وشافه ما هو في تلفزيون وراح داخل ناد الاهل وشافه ما هو بشجعه طبعا دولة الحياة ودولة المحرك الاساسي لالعاب كلها في ناد الاهل احمد 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 احم